كشف رئيس شباب بلوزداد رضى مالك عن عدم اعتراض فاريقه اللعب في ملعب خمسة جويليا وطالب فقط تلعب مباراة العودة بنفس الملعب وهو الرد الذي جاء من بعد الأحاديث التي انتشرت بسرعة البرق في الفترة الأخيرة على أن رئيس الرابطة الوطنية محفوظ قرباج قرر حرمان النادي من حقوق البث التلفزيوني بسبب خرجته الأخيرة وفي سياق متصل عاتب الرئيس مالك مسير ملعب عشرين أوت وحمله مسئولية عدم بث المباراة الخاصة في البطولة الوطنية على المباشر وذلك بسبب عدم وضع التدابير اللازمة لذلك في خرجة مفاجئة وغير متوقعة تماما أعلن نائب رئيس أمل الأربعاء أحمد حمزة استقالته من تسير الفريق لأسباب قال أنها تتعلق بالمشاكل التي يتخبط فيها الفريق منذ مدة إضافة إلى سلسلة نتائج السلبية التي سجلها الأمل في بداية هذا الموسم وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها أحمد حمزة استقالته من المكتب المسير للفريق إذ لم يسبق له أن قدم استقالته عكس الرئيس عماني سيعقد مجلس ودارة اتحاد البوليد الجمعية العامة العادية التي سيعرض فيها رئيس المجلس عبد الحميد فوف التقرير المالية منذ بداية الموسم من خلال تبرير المصاريف وضبط الحسابات وسيكون الحديث بين أعضاء مجلس الإدارة عن النفقات منذ بداية فترة التحذيرات وضبط استراتيجية تهدف إلى الحصول على المزيد من الموارد المالية ولم يتردد رئيس الفريق عبد الحميد فوفا إلى التأكيد أن الإدارة تمكنت بفضل مجهودات أعضاء مجلسها من تسوية مستحقات أغلب لاعبي الفريق ما عدا أربعة لاعبين اللازال لم يتلقوا مستحقاتهم المالية قاطع صانع ألعاب اتحاد الحراش كومباسا تدربة فريقه وذلك بسبب عدم حصوله على الشقة التي طالب بها في وقت سابق من جهة أخرى وحسب مصدر مؤكدة فإن الرئيس مانع وعد كومباسا بتسوية المشكلة تزامنا مع تدعم خزينة النادي بما يقارب مليار وتسعمائة مليون سنتيم من الممول الرئيسي للفريق أوريدو وهي القيمة التي من شأنها أن تعطي الحراش نفسا وتسمح له بالخروج من أزمته الحالية وفي سياق مدفصل برمج المدرب بوعلام شارف عددا من المباريات الودية استعدادا لخرجة النصرية المقررة يوم العاشر من سبتمبر بملعب خمسة جوليا موسيقى